موسيقى صباح الخير مشاهدين أهلا بكم إلى أبرز معانونة بيئة صحف المحلية والخليجية لهذا اليوم ونبدأها في صحيفة البيان حمدان بن محمد نهنئ الأمة الإسلامية في ذكرى مولد خاتم المرسلين الذي بعث رحمة للعالمين محمد بن راشد ومحمد بن زايد ذكرى مولد خير البشر رسالة محبة وسلام للعالم حاكم الفجيرة يبحث التعاون مع سفير الدولة لدى روسيا وأيضاً التقى وزراء بريطانيين ورئيس مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في لندن عبدالله بن زايد علاقة تاريخية بين الإمارات والمملكة المتحدة شهد إطلاق الهوية الجديدة للحكومة الرقمية الاتحادية مكتوم بن محمد في زيارة جايتكس التكنولوجيا محور مهم للتنمية بدبي والإمارات وإستراتيجية متكاملة لتطوير خدمات المياه بالشارقة حتى 2026 الوطني للأرصاد يستخدم الحوسب لتعزيز تنبؤاته الجوية ونبقى أيضاً في صحيفة البيان إطلاق برنامج ثقة للدعم النفسي للكوادر الصحية وفي تفاصيل هذا الخبر وحيثياته أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برنامج ثقة لدعم مقدمي الرعاية الصحية المتأثرين بوقوع حدث طبي جسيم غير متوقع للمرضى وهو برنامج يهدف إلى تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهذه الفئة كونهم يمثلون الضحية الثانية وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل وتسليط الضوء على محور تعزيز صحة النفسية والذهنية ونشر ثقافة تمكين الموظفين من تحقيق التطور الفكري والبدني والنفسي مشاهدين ننتقل إلى صحيفة الاتحاد وأبرز ما عنونت به لهذا اليوم هزاع بن زايد في ذكرى مولد والنبي تتجدد قيم التسامح والخير والإمارات تحتفل بالمولد النبوي الشريف في تفاصيل هذا الخبر تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم الإسلامي اليوم بالمولد النبوي الشريف وتحيى ذكرى العطرة لميلاد رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام ذلك الحدث الفارق الذي يؤرقه لميلاد أمة كاملة هي أمة الإسلام التي فضلها الله تعالى على كل الأمم وفي هذه المناسبة تتجل القيم الإسلامية الرفيعة ويستذكر المسلمون في شتى بقع الأرض قصص السيرة النبوية المطهرة ويستخلصون منها دروسا يقيمون بهديها دينهم ويسيرون بنورها في دنياهم ومن وحي تعاليمها السمحة ينشرون في الأرض أروع معاني الأخاء والتعايش والسلام ونبقى في صحيفة الاتحاد النعيم يلتقي رئيس الصداقة البرلمانية الإماراتية البرازيلية وأيضا خبراء ودبلوماسيون للاتحاد الإمارات عاصمة النور في الشرق الأوسط في تفاصيل هذا الخبر وصف خبراء ودبلوماسيون معرض إكسبو دبي بمنصة إشعاء حضاري وملطقا إبداعية يعزز من مكانة دولة الإمارات العربي المتحدة ويجعل منها دولة عالمية وعاصمة نور وثقافة في منطقة الشرق الأوسط وتمتد أنوارها الثقافية والحضارية إلى شتى أنحاء العالم وتوقع الخبراء والدبلوماسيون في تصريح للاتحاد أن يترك معرض إكسبو دبي إرثا عظيما من الإبداعات الحضارية والتقنية التكنولوجية التي تخدم البشرية على مدى عقود عديدة قادمة ننتقل وإياكم إلى صحيفة الخليج وأبرز معنونت به لهذا اليوم الإمارات وعمان تؤكدان أهمية التعاون في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأيضا المبعوث الأمريكي في أفغانستان يستقيل من منصبه وإلى السودان السودان حمدوك يعلن تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأوضاع ووزراء الميزانية الاتحادية تدفع عجلة التنمية والإنجاز تجسد رؤية القيادة في تحقيق حياة كريمة للجميع وفي تفاصيل هذا الخبر وحيثياته أكد وزراء الاقتصاد والتربية والتعليم وتنمية المجتمع عن الميزانية الاتحادية الجديدة لدولة الإمارات لسنوات الخمس المقبلة تجسد نهج الإمارات الراسخ ورؤية القيادة الرشدة بدفع عجلة التنمية والبناء والإنجازات بما يواكب مسيرة الدولة للخمسين عاما المقبلة ويحقق الرفاهية والحياة الكريمة لجميع أبناء الوطن وقال الوزراء إن ميزانية الاتحاد السخية تدعم الانطلاق القوي لسنوات اتحادية أكثر إنجازا وتميزا وتأثيرا لعبور وطني واثق للخمسين المقبلة نحو الأهداف المئوية التي استسعى دولة الإمارات قيادة وشعبا لتجسيدها واقعا في عام الفين وواحد وسبعين وننتقل وإياكم إلى صحيفة الأنباء الكويتية وأبرز معنونت به لهذا اليوم البرلمان الألماني الجديد أكثر شبابا والمرأة تشغل ثلث مقاعده وإيضا ننتقل إلى خبر آخر غرفة البكاء مشروع في إسبانيا للتخلص من وصمة المشاكل النفسية في تفاصيل هذا الخبر تدعو لفتة معلقة على غرفة في إسبانيا من ادخلها لإطلاق العنان لدموعه إذ كتب علي أدخل وبكي في حين كتب على أخرى أنا أيضا أعاني من القلق وفي أحد أركان تلك الغرفة هواتف وقائمة بأسماء عدد من الأشخاص بينهم أطباء نفسيون يمكنك الاتصال بهم والحديث معهم إذا كنت تشعر بالكآبة والإحباط ويمكن لأي شخص أن يأتي إلى غرفة البكاء التي تقع في بناية بقلب مدريد ويهدف المشروع للتخلص من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمتاعب النفسية والبكاء وطلب المساعدة وأيضا عنوانت صحيفة الأنباء في الصين سوء سلوك الأبناء سيجلب العقاب للأباء في تفاصيل هذا الخبر يدرس البرلمان الصيني تشريعا لمعاقبة الأباء على إتيان أبنائهم سلوكا بالغ السوء أو ارتكابهم جريمة وتنص مسودة قانون تعزيز التربية الأسرية على أن أولياء الأمور سيتعرضون للتوبيخ وسيضطرون لإجتياز برامج للتوجيه الأسرية إذ وجد المدعون أن أبنائهم آتوا سلوكا بالغ السوء أو إجراميا وقال زانك تيوي المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان الصينية هناك العديد من الأسباب التي تجعل المراهقين يسيئون التصرف على رأسها الافتكار إلى التربية الأسرية أو الحصول على قدر غير كاف منها وننتقل وإياكم إلى أخبار إكسبو لهذا اليوم إكسبو 2020 دبي يكشف عن تسجيل أكثر من 770 ألف زيارة منذ انطلاقته وأيضا في أخبار إكسبو ضمن فعاليات أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 دبي الجناح الإيطالية يستضيف ندوات الفضاء من أجل المستقبل وأيضا في خبر آخر جلسة في إكسبو 2020 دبي تقدم تجارب رواد الفضاء بأسلوب قصصي مشوق هذه أبرز ما عنونت به الصحف المحلية والخليجية لهذا اليوم وعودة إلى زميلات